السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد علاج المعدة العصبيات بالاعشاب حقيقة امخر فقد تدرك التهاب اعصاب المعدة هو مرض يصيب المعدة ومن المعروف ان المعدة هي جزء من الجهاز الهضمي وقد تصاب بعدة امراض شائعة نتيجة لمشاكل عدوية ومن اكثر الامراض شيوعا هي التهاب اعصاب المعدة والتي تعد من الامراض المستعصية وقد تم اكتشاف بعض العلاجات التي تساعد على الحد من المرض كما انه يمكن علاجها بالاعشاب الطبية والتي لا تسبب اعراض جانبية وسيتم ذكر علاج اعصاب المعدة بالاعشاب في هذا الفيديو علاج اعصاب المعدة بالاعشاب يعد العلاج بالأعشاب من أكثر العلاجات الناجحة والتي تعطي نتيجة سريعة ومن أهم الأعشاب ما يأتي واحد النعناع يعد النعناع من أنواع الأعشاب التي لها فوائد عديدة لعلاج أمراض المعدة حيث يحتوي النعناع على مادة المنفول وهي عيار زيت يعمل كمساعد على عملية الهضم ويحتوي على مضاد لتشمجة عضلات الجهاز الهضمي كما أن رائحة النعناع تعمل كمهدئ للأعصاب ويمكن تناوله مع الشاي أو مضغ أوراق نعناع مع ابتلاعها إثنان ألاف ندر وهي زهرة بنفسجيات اللون يستخلص زيتها لعلاج أمراض عديدة ويعد تناولها عن طريق الفم تعمل وقاية من أمراض المعدة وأهمها القرحة كما أن رائحة زيت اللافنبر يعمل كمسكنا للمعدة ثلاثة الباب وينج يساعد على تهديئات الغشاء المخاطي للجهاز الهضمي وتخفيف منحدة ثلاثة الانتفاخات في المعدة كما يعمل كمضاد لتشنجة المعدة وأيضا للغلتها بنت أعصاب المعدة الناتجة عن القلق والتوتر أربع أزنجبيل يساعد على علاج الانتفاخ في المعدة والذي يسبب الغازة مع الألم في المعدة خمسة خلق التفاح يعمل خالي التفاح على تهديئات المعدة ويمكن تناوله بملعقة كبيرة من خالي التفاح حام ذو باب كوب من الماء كما يمكن إضافة ملعقة من العسل الطبيعي إلى المزيج يساعد في تهديئات المعدة عند الشعور بالألم أعراض مرض أعصاب المعدة لكل مرض أعراض وأسباب تكون عبارة عن مؤشر ينبأ الشخص بالألتزام بالإسعافات أو العلاج الصريع ومن أهم أعراض مرض أعصاب المعدة ما يأتي حدوث بعض النخزات في منطقة الصدر العلوية الإحساس بالإرهاق الشديد والألم بعد تناول الطعام إصابة الشخص المصاب بالإمسك لفترات طويلة حدوث انتفاخ في المعدة الشعور بالحرقة في المعدة الشعور بالغثيان يصاحبه التقيئ في حالات كثيرة الشعور في ابتراب في الرخبة في تناول الطعام أسباب الإصابة بأعصاب المعدة الإصابة بأعصاب المعدة ينتج عن أسباب عديدة ومختلفة بعضها يكون سوء التخذية أو ربما يكون نتيجة للإصابة بأمراض معوية وسيتم ذكر بعض هذه الأسباب فيما يأتي حدوث تغيرات في الأنزيمات الهضميات في المعدة تناول الأطعمة الصريعة أو الحارة نقص الفيتامينات التي تساعد في تنشيط المعدة تعرض المرأة الحامل لغثيان الصباح من شأنه أن يؤثر عليها بتعرضها لمرض أعصاب المعدة حدوث آثار جاني نتيجة تناول بعض أنواع المضادات الحيوية التوتر والقلق والاضطرابات العاطفية تؤثر بشكل كبير على أعصاب المعدة لو سمحت لأتنسي الاشتراك والآيات وتعليق برئيك عليه الفيديو وشارك الفيديو مع الأصدقاء ليستفيد الجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته